السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها قد بدأنا من جديد في قناة جديدة راح أحكي لكم قصتي قصة مؤلمة لكن فيها أمل أسأل الله أن يسعدكم أول نقطة أعملها اضغط اشتراك في القناة وفعل زر الجرس واضغط اعجاب على الفيديو واكتب في التعليقات أنك اشتركت معنا في هذه القناة وشارك رابط القناة إلى أصدقائك والمجموعات التي عندك في الواتساب وفيسبوك وفي كل مكان معكم أخوكم رياض البلوشي الداعية الكفيف الإسلامي صاحب مشاريع تحفيظ القرآن الذي دائما يحب أن ينشر بينكم الافتسامة والأمل قبل سنتين عملت قناة سميتها خدمة الطريق للجنة ونشرت فيها إلى الآن تقريبا ألفين مقطع لكن حصلت المفاجأة في هذا الصباح في هذا اليوم مفاجأة حصلت القناة راحت راحت القناة طيب اشتغلت كل هذا الوقت ونشر وتحفيظ وراحت راحت يا رياض؟ نعم راحت طيب شو أسوي أحزن؟ لا نبدأ مرة أخرى من الصفر عملنا قناة جديدة سميناها الداعية الكفيف رياض البلوشي طيب واحد يمكن يقول ليش الكفيف؟ الكفيف لأنه فيه كثير من ذوي الإحتاجات الخاصة أو نقول عنهم ذوي الهمم العالية صار رياض البلوشي قدوة لهم وأنا خادمهم لما عرفوا أني أنا كفيف فهذا الشيء يشرفني أني أكتب هذا الشيء وليس فيه أي إشكالية فمن المحدثين منهم من كان اسمه الأعمش والأعرج كانوا يذكرون بهذا الشيء فمدام أنا لا أكره هذا الشيء فليس هناك مشكلة رياض البلوشي من مواريد 1996 فقدت البصر في عام 2012 ميلاديا توجهت لطلب العلم وحفظ القرآن والتجويد وتعلم العلوم الشرعية عن بعد بدأت في عام 2016 في النشر في الفيسبوك والواتساب وجبت جهاز ناطق جهاز ناطق يبربر ويقرقر وأنا أسمعه وأكبس عليه آيفون فيه نظام فويس أوفر للمكفوفين ثم بعد ذلك عملت مشاريع لحفظ القرآن مشروع واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة الله أكبر سبع مشاريع مجموعة اللي اشترك فيهم ثلاثين ألف طالب وطالبة معلمين ومعلمات أتوا من أنحاء العالم طلبة وطالبات أتوا من أنحاء العالم وهم يحفظون القرآن وأيضا كنت أنشر مقاطع دعوية في اليوتيوب وفي الفيسبوك وأيضا عندي مشروع في التك توك لتحفظ القرآن وأخطب الجمعة وأدرس وأعمل في مجال الرقية الشرعية وكلنا مقصرون فأنا هدفي أن أنشر الابتسامة وأن يكون عندي طموح وأصل إلى النجاح والتفوق وإني يكون عندي هدف أني أعمل الخير وأعمل شيء لأمتي نحن خير أمة فأرجو منكم دعمي في هذه القناة ونشوف كم تصل هذه القناة بفترة وجيزة القناة القديمة وصل 18 ألف مشترك راحت لكن سأبدأ من الصفر وبإذن الله هذه القناة تصل آلاف المشتركين بدعمكم ومتابعتكم لنا وبإذن الله كل أسبوع سأنشر لكم مقطع تستفيدون منه كل أسبوع مقطع أو مقطعين فيهم وعظ فيهم إرشاد فيهم نصح فيهم توجيهات لحفظة القرآن فيهم ذكر أحاديث ذكر قصص معاني في القرآن في الأحاديث النبوية خواطر أشياء سأنشرها لكم أسأل الله أن يبارك فيكم ويجزيكم خيراً ونسيت أقولكم أنا من المملكة الأردنية الهاشمية أسأل الله أن يسعدكم ويبارك فيكم ويوفقكم في حياتكم ويكتب لكم الخير والسعادة وينير طريقكم بكل خير شاركوا رابط القناة بشكل واسع في كل مكان أسأل الله أن يسعدكم ويبارك فيكم وابتسم ولا تزعل لا تكشر يا أمي ابتسم الحياة حلوة أسأل الله أن يسعدكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته